التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والنظام عمله وتضمن القرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحافظ البنك المركزي ووزراء العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والوزير المختص بشؤون الاستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية وبحسب القرار الجمهوري يتضمن التشكيل أيضا كل من رئيس مجلس إدارة البرصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمدير التنفيذي لسندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة في إجراء عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول الإفريقية بالنظام الصفقات المتكافئة بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع التي تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة بما يحقق فائدة للطرفين جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض مقترحات الجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل نظام الصفقات المتكافئة كآلية مهمة لتحقيق هدف دفع وتطوير العلاقات التجارية بين مصر وعدد من الشركاء لا سيما في قارة إفريقيا يشارك وزير الخارجية سامح شكر اليوم في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والمقرر عقده في جدة وأوضحت الخارجية أن الاجتماع يأتي في إطار التشاوري والتنصيق بين الدول المشاركة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ودفع سبل العمل الجماعي للتعامل مع الأزمات التي تواجه المنطقة حرصا على تحقيق المصالح العربية المشتركة وتطلعات شعوب الدول العربية الشقيقة في مواجهة التحديات أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي ميريد ماجانس أن الاتحاد يستعد لفرض الحزمة الحادية عشر من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا وأضافت ماجانس أن الحزمة الجديدة ستهدف إلى مكافحة المحاولات للتحايل على العقوبات الأوروبية القائمة وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلين قد صرحت بأن الحزمة الحادية عشر ستتضمن إجراءات لتعزيز نظام العقوبات القائم ومنع التحايل عليها قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن بيونج يانج اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب كانت كوريا الجنوبية قد قالت أن كوريا الشمالية أطلقت ما بدأ أنه صاروخ باليستي جديد يوم الخميس مما أثار حالة من الضعر في شمال اليابان حيث طلب من السكان الاحتماء غير أنه اتضح عدم وجود أي خطر أكدت أوكرانيا أن الجيش الروسي يواصل شن الهجمات على مدينة بخموت في الشرق بالإضافة لقصف مدينة خرصان جنوب البلاد وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار أن قتالا عنيفا دار الخميس في جميع المناطق على الجبهة الشرقية مشيرة إلى أن قوات موالية لكياب تصدت للهجمات في أغلب تلك المناطق وأضافت هانا ماليار أن الجيش الروسي يستخدم كميات كبيرة من قطع المدفعية والطيران يوميا لافتة إلى أنه ينفذ في بخموت نحو خمسين عملية اقتحام يوميا وخمسمائة عملية قصف أكدت السلطات التونسية أن ما لا يقل عن خمسة وعشرين مهاجرا إفريقيا لقوا حتفهم غرقا وفقد 15 آخرون بعد غرق قارب كان يقلهم باتجاه أوروبا في البحر المتوسط قبالة سواحل تونس هذا الأسبوع وقال المدعي العام في سفاقس أن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت جثث 15 شخصا كانوا محصورين تحت القارب بالقرب من ساحل سفاقس وكانت قوات خفر السواحل انتشلت الأربعاء عشر جثث أخرى وأنقذت 72 مهاجرا من القارب من الغرق انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يمصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر